السلام عليكم ورحمة الله النهاردة اتكلم عن عطر انا معي عينة منه العطر ده من اجمل عطور بجد اللي انا شميتها مؤخرا العطور دي مش بتبقاش موجودة في المحلات العادية ان انت تقدر تشمها بس لازم تروح اماكن العطور الانيش غالية شوية عشان تقدر تشم العطور زيادية اما بقى هتشيري شراء اعمى وانت بحظك تستخدم مخيلاتك وهتشوف العطر لو عجبك او يعني لو شايف انه ممكن ينفع معاك او مينفعش معاك الزوء يعني ايه ارأي الناس تاخد ارأي الناس وانترى في العطر مثلا زوءك او مش زوءك يعني اه وتفرج على الفيديوهات قبل ان تشترى مبلغ وقدره عشان تشتري عطر انت متعرفش ريحت اوى اصلا فالعطر ده من دار اسبانية على موزينة اسبانية اسمه روزيندو ماتيو ده اسم الدار وهو الرجل العطار اسمه روزيندو ماتيو اسمه اسمه غريب شوية اسمه اسمدفوكس اسمدفوكس اسمه فيه ايمان واضغاء اوكي ستتزرد دلوقتي عطر اسمه اسمه غريب شوية اسمه طويل شوية اسمه بتشولي عود فانيلا يعني هو بيحتوي على الثلاث نوتات الرئيسية اللي هو البتشولي والعود والفانيلا ده ريحة اللي بيجيلك من العطر الغلب الحاجة العطر الجميل جدا 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 فوق ما تتخيل عطر الصراحة بلعب معك لعبة حلوة كده انت ممكن تستعمل عطر ومتحسش يعني انت باول ما بت لو رشة واحدة بس بترش العطر من الازازة او حتى من العينة بيمنى المكان تلاقي بينتشر بسرعة ومنى المكان بعد كده بتلاقيه ركز على المكان اللي انت رشت فيه يعني بصوا غريب شوئي عندما ترش بيمنى المكان وتحسس انه سب بصمة في المكان وراجع تاني في نفس المكان اللي انت رشت فيه فالمكان اللمسة اللي بيسادها في المكان او نو بترش بتبقى لمسة جميلة اول بتحسس انها فانيليا فانيليا بعسل يعني ما يكون فانيليا وعسل مخلوطين مع بعض وعود دي الريحة اللي بتجيلك من العطر بس لما بتقرب منخيلك من مكان الرشة بتشم كمون كمون بيدي العطر بس هو كمون لما انت بتشم ريحة كمون اللي هو الزيت الكمون مش الكمون بتاع الاكل اللي لو تخش المطبق وتفتح كمون بتشم ريحة كمون عادي بس لو معصور او مثلا مستخدسين منه الزيت الزيت بتاع كمون لما تمسحه على ايدك بتحس انه هو ريحة عرق يعني ريحته غريبة شوية بس لما بيتخلط مع حاجات تانية فبيخلي الحاجات تانية بيدي العطر ريحة جميلة زيت الكمون فيه لمس اني مالك لمسة حيوانية فممكن انت لو عاوس تزود في عطر لمسة حيوانية هتدي له لمسة كمون فهتحس ان العود لو انت عندك خشب مش عود خشب وتدي له كمون هتحس ان لما يخش مع النوتات تانية هتحس ان الخشب عود حيواني وهو اصلا مش عود وهو خشب بكمون فهو غريب شوية وهو من اهم النوتات التي تستخدم في العطور والعطور الغالية كمان هي الكمون مع ان الزيت بتاعه مش غالي اوي لان الكمون اصلا رخيص مايك؟ فالريحة التي تطبيتك من هنا فانيليا مع السلح تحس انها فانيليا فانيليا بحلاوة فانيليا بكاندي فانيليا بعسل النحل فىها الريحة التي تطبيتك وريحة العود جميلة جدا بالامسة حيوانية وريحة الكمون ثم الكمون يفضل معها الجميع في العطر انه هو زي ما قلت في الهواء اي حد بيحب العطر في الهواء اي حد بس لما تقرب من خيرك منه في بداية ممكن تخليك تنفر شوية الحاجة اللي انا ممكن انا عاوز اشتريه ان شاء الله اشتريه قريب بس النقطة اللي انا يعني لما رشيته جالي مثلا تعليقات لما رشيته الناس على ايدي مثلا في مكان مثلا كان فيه ناس الناس شمت العطر في الجو الناس قالت ايه الريحة الحلوة ايه بس لما من غير ما يعرفوا ايه بس لما شممت مثلا ايه رائك في الريحة دي يشم كده يشم يقوللي اه مش حلوة قوي يعني حلوة بس مش قوي معنى هو نفس العطر فعنش اقول لك هو من العطور اللي في الجو الناس هتنبهر بيه لكن في البداية بس في اول ممكن حد بربع ساعة بالكتير قوي الريحة بتكون صعبة شوية لو قربت مخصصة انتبهر للتحديد لك من مكان الرشا الاطفر عشان الصراحة والمصداقية الاطفر فيه غريب بلمسة اه بنسبة 35% اه رائحة رائحة اديمة فيه ناس بتول رائحة ايه الناس دي يوجب رائحة او صغيره رائحة ثاني عجوزة في اول ربع ساعة اللي هي اول ربع ساعة لما بتقرب منخيرك في ريحة كده ما بتتعجبش الناس لي بس عشان مصدقية يعني فيه ناس قالت كده وفيه ناس قالت لا هم مش شايفين او مش حاسين بال باللمسة اللي بس انا واحد من الناس هنحس باللمسة دي بس اه كما قلت يعني هو انا لو انا اجيب العدر او انا استعمله في مكان مفتوح مانفعش استعمله في مكان مقفول لانه قوي كمان وزي ما قلت فواح جدا فان مراطور الصراحة انا بحبها فانا قلت ايه اعرض يعني الناس اللي ما تعرفوش وعاوزة تشريه فيه ناس كتير جدا عارفة جدا الناس اللي ما تعرفوش لو هتشتري شراء اعمى منصحكش خلي بقلك من من المسة دي فيه زي ما قلت بخمسة وعشين ترتين في المية ريحة كده ايه متحسين ريحة اديمة بتاع جدتك كده بس جميلة مش مش وحشياني بس فيه ناس بتنفر او بتحبش ريحة دي دولة ايه اللي عطر دي عم قديم قوي او ريحته ما بتاعجبنيش او فيه لمسة قديمة بتاع جدتك فهم فيه ناس ما بتحبش شنوعية دي ما مطور بس هو عطر مكعبل وعطر جميل بس خلي بلك من اللمسة ديت لو انت عاوزة تشريه الشراء اعمى بس هو ده كان تقييمي انا تقييم هو مش تقييم هو رأيي الشخصي في العطر دوه لو حد ليه التجربة معاه دريد اكتبلي في التعليقات وفيه ناس ممكن ما بتشمش اللمسة بتاع الجدتك دي في العطر خالص وبتحبه بس عطر زي ما قلت هو محبوب بيجيبه جملات كدير جدا بس عاوز ما كان مفتوح لو كان مفتوح ما نصحكش به نهائي والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله